الفلال وكل الطاقم اللي معاه معاه سماع اكتر لقطة هتبقى واضحة لنا لو كابتن يشام مش هدق اهي اللقطة دي بصوا السماعات مع الاربعة يعني بصراحة كابتن يشام لابس السماعة كابتن محمد مجد سليمان المساعد الاول اللي عمل مباراة كبيرة جدا على فكرة عشان برضو ايه ادلوا حقه لو الطاقم كله عمل كارسى الرجل ده كان على المباراة كابتن وليد حميد لابس السماعة على فكرة كابتن وليد السماعة دي انا اول مرة شوفوا في المتشاط على فكرة يعني انا متالي مش هفتو 출동 دي ما علينا برضو ايه تعيينا غلط كابتن محمودة بالصعود الحاكم الرابع لابس السماعة ويبدو كده العلاقة القوية اللي بتربط الكابتن محمودة بالصعود بالكابتن توفيقي السيد هي اللي خلت الطاقم يطلع بالشكل الشيك ده يلبس السماعة لان الكابتن محمودة بالصعود الاول عالجمهورية من حوالي شهرين وترقى من الدرجة التانية للدرجة الاولى وانا على حسب معلوماتي يعني وبعلاقاتي باللجنة ان الكابتن محمودة بالصعود بتربطه علاقة قوية جدا بالكابتن توفيه السايد والكابتن توفيه السايد بيعتمد عليه بشكل كبير جدا اداله قبل كده حكم رابع في مباراة كان فيها فار وده ما كانش ينفع امبارح بيحطه حكم رابع بس هو السؤال الكابتن توفيه انت لو بتصخف بالصعود الثقة العامية دي طب ما قلت تدي له مباراة امبارح ده ساعتها حتى على قال لكم ان هنشيد بقرارك لان الرجل لسه مترق من الدرجة التانية للدرجة الاولى ودرجاته الفنية الاول على الجمهورية ما بين كل حكام مصر يعني اعتقد كان الافضل ان هو يدير مباراة امبارح ما علينا ولكن لو تبصوا على الاخطاء دي كلها ولو تبصوا على اللي بيحصل في تعينات الحكام للمباريات لا في حاجات غلط والقصة ما بقيتش لايه علاقة بالامور الفنية القصة لايه علاقة بتفاصيل تانية اتمنى اتحاد القرى يحقق فيها حد في الاتحاد يصحى ويركز مع اللجنة لان احنا وصلنا المرحلة ان عد 24 ساعة انا على المستوى الشخصي من خلال شغلي شايف الحالة دي موجودة في جروبات حكام افرقى موجودة في جروبات صحفيين افرقى موجودة في جروبات صحفيين في اوروبا يعني هتتحركوا امتى هتاخدوا قرار امتى يعني اذا ما كانش فيه اعتزار من اللجنة على الخطأ اللي حصل انبارح امتى يطلع قرار باقالة اللجنة دي سيبكم من قرار اقالة اللجنة الراجل البرتغال انا عايز اعرف رد فعله على حصل انبارح ده يعني فيتر بيريرا الراجل ده المفروض ليه تاريخ في البرتغال وليه تاريخ في الاتحاد الاوروبي وراجل كان نفس الجيل بتاع كتن جمال الغندور وراجل ليه سوالات وجوالات في ادارة المباريات في السنوات اللي فاتت ولكن يبدو ان الراجل ده على المستوى الفني لا انا مش شايف له اي وجود واحنا جابين راجل من اوروبا ياخد دولارات بالعملة الصعبة وياخد فلوس بالعملة الصعبة عشان يعمل لنا معسكر وينظم جدول ويعمل لنا تصنيف الحكام ايه ايه اللي بيحصل ده يعني انا استعرضت مباريات للكابتن يشامل في لالبا اخطاء وليه تا الراجل بيقرم انبارح الطائم الوحيد اللي لبس سماعات في دور الاتين وثلاثين رغم ان كل المباريات ستاشر مباراة بستاشر اطقم تحكمية لعب ومباريات الكسب محدش فيهم لبس سماعة اشمعنا الطائم ده انبارح لبس سماعة انا بسأل وانا عارف محدش هيجاوب ومحدش فيك ويتصل بيا يعني انا كتير جدا باطلع انتقد واقول قرارات ومواقف ويتصلوا ويبرروا وبيبقى تبريراتهم كلها غلط وانا بقول لكم بعد كده يا جماعة بعد اذنكم مش محتاجين تبريرات محتاجين قرارات يا اما تطلعوا بيان اعتذار يا اما تستقيلوا يا اما التحاد القرى ياخد مواقف معاكم لكن اللي بيحصل ده عيب عيب في حق التحكيم المصري على فكرة واحنا هنا لما بنتكلم على التحكيم الهدف الاساسي بتاعنا اصلاح المنظومة وانا عارف ان اللي فيه المنظومة التحكمية دلوقتي ده ده نتيجة اخطاء مترقمة من سنتين ثلاثة عشان برضو ما روحش على فكرة ان الاخطاء دي كلها بسبب المجموعة اللي بتدير لا ده اخطاء مترقمة فترة الكابتان عصام كانت فيها اخطاء كتيرة واحنا دلوقتي بنجنس يمرها على فكرة يعني عموما اتمنى بعد العيد قبل العيد النهاردة بقرة يكون فيه قرارات لكن الموضوع ده ما ينفعش يعدي لما نخلط في تطبيق القانون لا ده سمعة الدور المصري وسبعة المسابقات المصرية ما ينفعش يبقى فيها الزور طيب منتخبنا الولمبي عنده مباراة مهمة جدا حالية في المغرب وهي تصفيات مؤهلة لأولمبياد باريس بالامس كانت فيه مباراة ما بين مصر والنيجر ويبقى